المحكمة الاتحادية ليست جزءا من صراع سياسي وصراع نفوذ تبقى قراراتها باتة وملزمة لكل السلطات العامة في الدولة إلا إذا ثبت لدى محكمة التمييز أي مخالفة لقواعد الاختصاص ذكى بعد إجراءات عاجلة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فأقزيدان نحو ترسيخ أسس العدالة والقانون في مفاصل المؤسسة القضائية العراقية حيث أنها إرباكا كان سينعكس سلبا على أداء مؤسسات الدولة بالكامل وذلك من خلال فك تنازع الاختصاص بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية أقاضف أقزيدان حسم جدلا قضائيا أثاره قرار محكمة التمييز بنسف أحد قرارات المحكمة الاتحادية والذي كان بحسب قانونيين صحيحا ولم يتخطى أحكام الدستور والقانون كونه صدر عن منازعة شخصية وبالتالي لم يغير من الخارطة القضائية في الدولة لكنه سوق على أنه صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية الاتفاق على الالتزام بالدستور في تحديد اختصاص المحكمتين أنهى مسألة التداخل في الصلاحيات من خلال التوجه إلى عقد اجتماع بين الاتحادية والتمييز للوصول إلى رأي متفق عليه في حال الاجتهاد بما لم يرد في الدستور والذي يعد بمثابة هيئة تنسقية قضائية على غرار معظم الأنظمة القضائية في العالم